موسيقى يا رب يا نفوخي ماي صلي تعالوا يا أولاد ميتنج تعالوا يا حباك عايزاتكم موضوع مهم عادوا عارف أنا الداخلة دي عارف يا مامي أنا لما كنتش أمنك هقولي إن كنت هتطلب بالطلاقة بالتالت ولد أنا نفسي أفهم بتجيب الكلام ده منين بتجيب اللماضة دي منين أنت بتزاغ المدرسة وتشتعل تباعة على مايكرو باس؟ يوه بقى هتنقى النهري في المهري ونلت في الملتوت ونشلت في الشلوت مامي هتنقى اللي بتحقيب السؤال ده؟ حضرتك إيه بقى أنت خليت فيها حضرتك؟ ده أنت اللي هتاخد بالستين شلوت ها خلصتوا لشو بتاعكو تحب أجلكو في وقت تاني؟ شو؟ يا بنتي حرام عليكي وانا حلاقيها منك ولا منه؟ ها يا مامي واتفر عايزانا في إيه دلوقتي؟ واتفر؟ واتفر يا ماي أنا مجتمع بيكو دلوقتي علشان أقولكو إن أنا أخيراً دفعت مصاري في المدرسة مش هتكلم خالص عن الطابور الطويل اللي وقفت فيه لحد أما رجلي تبرد مش هتكلم خالص خالص عن الشمس اللي قاورتنا فوخي ولا هتكلم عن الأربع تلاف جنيه الزيادة اللي أنا دفعتهم لكل واحد فيكم كل ده مش هتتكلمي؟ وما لو تكلمتي بقى؟ مي؟ تريقي علي؟ بدل ما تقولي لي تانكيو يا مامي على تعبك؟ مامي من آخر لخاصي بلا الشغل الريهام سعيد ده عايزة إيه يعني؟ لخاصي وريهام سعيد؟ يا رب الرحمة بنا عندك يا رب طيب حلا خاصي حبيبي عايزة أقولك يا حبيبي إن الفلوس اللي بابي الدهاني عشان نجيب بيها حكة المدرسة كلها راحت في زيادة المصاريف بح يعني إيه يا مامي؟ I don't get you You don't get me I will tell you قبل يا مامي وتردي وتقولي إن إحنا منفعش نجيب حاجات جديدة للسنادي للمدرسة أحب أقولك إن أنا عارف كل حاجة عن كارتونة السشوار الفاضية اللي في قطة بلد! تبتفتش في حاجتي؟ أنا يا مامي أنت تعرفي عني كده؟ أنت اللي حطت البوكس بتاعي جنب البوكس بتاع الإيباد بتاعي فأنا راحت عشان نجيب الرجاجر فشفتها بالصدفة ويا ترى لقيت إيه بقى في كارتونة السشوار دي يا سولي؟ فلوس ياما يا بنتي مامي هتلاقيها كانت مخزيها على جنب الفلوس دي تكفينا السنة دي والسنة اللي جاية واللي عشر سنين قدام والله يا عالي والله يا عالي ما هي دي حبيبي الفلوس اللي بابي كانت دهيني علشان أدفع منها المصاريف وأجيب منها عكت المدرسة كلها خلاص بح وبعني أنا ما قلتش مش هنجيب حاجة للمدرسة السنة دي أنا بس بقول إن إحنا نمسك إيدينا شوي ده اللي هو مفروض إزاي يعني؟ يعني اللي أقول عليه أوكي يبقى أوكي واللي أقول عليه لأ يبقى لأ من غير ما برق لكم لحد دم معناية تطلع من وشي لا يا مامي بليس بقول له اللي تبرية بس يا مامي على أقل الكوتي الألعاب يكون ماركة بنت إحنا قلنا إيه؟ أنت مش طبار ولا زمار خمس أيام يليف يدور عليك في البلد زي المجنون لمحالته بقى تصعب على الكاتر ها هو اللي بعيد من هان عايزة شوك الدروس يعني من بيسم عيون دي مامي تفاهمة أن أنا جريد لتشغل علي 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 ايه؟ نعم فيه ايه؟ انت قنامت يا حبيبي؟ لا أتفرج على خلي بالك من زوزو قربت أغمت عيني خلاص طب بقول لك إيه علي عايزة فلوس الدروس الخصية بتاعت الولادة أنا مش لسه مديلك سبعين ألف جنيه؟ تلاتين ألف جنيه لكل عائل وعشر تلاف جنيه علشان اليونيفورم والدروس؟ آه يا حبيبي بدتني قطر خيرك بس وانا ما قلت لكش لأ ما قلت ليش مش إدارة المدرسة زودت أربع تلاف جنيه زيادة لكل عائل علشان سيانت البساط وفيض الألفين جنيه كملت عليهم وجبت حكة المدارس أعمل إيه يعني؟ أقطع نفسي علي لا أقطعنا من لحم الحين ما هو أنا بكوع أم الفلوس دي كلها في المدارس خاصة إيه يعني؟ وأنا مفروض أعمل إيه يعني يا علي؟ أعمل إيه؟ مش كفاية خليتهم ما يبدأوش الدروس الخصية من السيف زي إصحابهم؟ عشان أوفار لك وبعدين تحيز يا علي؟ تحيز المدرسين يستقصدهم ويضايها ومستقبلهم يا حبيبي يا الباب لا بس 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 يا أختي بس بس يا أختي بس يا ندابة بس خلاص عدي علي بكرة في المكتب بعد الدور هكونوا تصربت في الفلوس طيب يا حبيبي استعنا بس تحيز أقول لك حاجة تانا هتندبي علي إيه تاني؟ إنجيزي؟ لا لا مش حندب خالص أصلي إدارة المدرسة قالت إن البساط يعني مش نفع خالص متبهدلة خالص منتحت متبهدلة منتحت؟ عندها تسلخات؟ ده مك خبيبي غالبوس لا يعني هما هيحتاجوا يعني أسبوع تقريبا علشان السيونة وكده فأول أسبوع بس هتودي وتجيب الولاد من المدرسة يعني أنا هدفع مصاريف سيونة زيادة فوق فلوس الدروس وكل ده فوق مصاريف أم المدرسة وكما أنا عايز أنا أودي وأجيب بص 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 إنت اللي بتندبع هو ماشي يا عبدتي أنا الراجل وعلي الفلوس وأنحت في الصخر عشان أجيبلك أنت يا أولادك بس أنت بقى مسؤولة عن تربيتهم ومذاكرتهم وتوصليهم والرحمة يا حبيبتي خلاص خلاص يا حبيبي ولا تزعل نفسك ولا تضايق نفسك ولا تتعصب ولا أي حاجة بس بما أن أنت بقى الراجل اللي بيجيب فلوس اعمل حسابك في عمودين كمان في إيه؟ عمودين يعني إيه؟ يعني ألفين جنيه كمان ألفين جنيه يعني يا عمودين يا سوقية أيوة أنا بقى سوقية عايزة ألفين جنيه عشان الفلوس ما كفتش ومجبت الصيفي بس ما جبتش الشاتوي وعايزة ألفين عشان أجيب الكتب وألف ونص فوقيهم عشان الكتب الخارجية ده كده خمس عمود ونص أيوة يعني كده حنور الشارع وماله العلم نور بص بقى خلهم راحهم أدارس أنا حدخلهم تجريبي حدخلهم تجريبي حلص حلوة أوي حدخلهم تجريبي وليه؟ لا صنايا صنايا حلوة ولا أقول لك فكرة أحلى؟ من ما نزلوا وأنا مالي حعزب نفسي وأضايق نفسي ليه؟ هما أولادنا وأخدي معهم أولادك هما كمان ركز معزوزه ركز أوف قفين موسيقى 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 أفkadشي بتجيب أنتり أيه؟ في ألي بس يا ميس؟ ما دفجtتونòng مرموا عني يابيت واحدين ت Vikram هتزوجي؟ يا ميس أنا أصلا مروح تهاش لا يا حبيب تتفاي gestellt يا ميس أنا قادبة يا مجموعة أنية ف bacterial يعني اSiا فدافات التفاعي يا ميش في هتتتفاعي يعني هتتتفاعي أنا مش في المدرسة دي أنا جي رمي Afghani أنا متى صاحبتي يوم واحد بقس هل تدفعي الفلوس؟ هل تدفعي الفاهمة؟ حاضر حاضر يا ناس هل تدفعي بخرة؟ لا! لا! ولا يدي! ولا يدي حبايبي لا! 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 لا مش هادخلهم تجريبي ولا سنة يا ولا لا 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 يدي حبايبي طب هنعمل ايه؟ أنا لقيتها يا إنشي لقيت ايه الفلوس؟ لا لقيت الحل ايه؟ اسمع يا إنشي المثل بيقولك امشي يا عدل يحترع عدوك فيك والمدرسين ليهم ايه عند الولاد؟ غير إن هم يحلوا الهومورك ويذكروا دروسهم ويحلوا كويس في الإجزام كده محدش هيقدر يمسك عليهم حاجة ولا يضطغطهم صح؟ صح يا روحي وحياتي في طلعة واحدة إنجز إنجز يا علي عايز تقول إيه؟ أقول يا حبيبتي نوفر فلوس الدروس ومذاكر أنت للولاد دعم وأحجبلك اللي أنت عايزة يعني ايه؟ مش عايزة حاجة بس ايه يا علي انت مش شايف كده كتير؟ أزاكر لهم ووصلهم واجبهم المدرسة كتير يا علي فلوس بنزين عربيتك علي يا سلام كنت مستنية أنا يعني تدفع لي فلوس البنزين لا يا علي لا أنا عيالي عيالي كرهوني يا علي والله علاقتي بيهم متوترة من تحت رأس المذاكرة زي لا يا علي مش حينفتر يا إنجي ما فيش دنة بيكره أبوه لما المثل بيقولك قلبي على ولدي انفطر أيوة أيوة كمل المثل بق ها وولدي علي بينزل مطر حاجة غريبة كده حاجة خير يا إنجي حاجة خير ما علينا المهم الولاد بفطرتهم بيحبوا أموهم انت بس دلعيهم شوية هاتلهم شوية هدايا رضيهم وهم ما ينسوا ومين بقى حيدفع فلوس الهدايا والحاجات اللي انت بتقول عليها زي اه طب طب دعم دعم يا خوني حبايبي يا ألبومكم انتو هتشوفوا أيام سودع لا راضي ايه يا حبيبي مالك فيه ايه؟ لا مفيش حاجة يا مامي بص بقى يا صالي انا مش عايزك تخاف خالص يا حبيبي انت خلاص دلوقتي كبرت وبقت راجل وانا مش همدي ايدي عليك تاني أبدا وحقيقي باعتذرلك عن اللي صدر مني السنة اللي فتت وانا بذكرلك وهو عيدك السنة دي مفيش حاجة حتضيقك مني خالص بجد يا مامي؟ بجد يا رحمة وادي الشبش باهو اه ها متفقين؟ متفقين يلا يا رحمة يلا افتح كتاب الماث وحل المسألة اللي خدتها النهاردة مسألة المراجب ها يلا وريني الشطارة بقى لا يا حبيبي لا شرحناها كده شرحناش كده صح؟ معلش يا مامي سوري والله هي آخر مرة نسيت معلش معلش نقول مرة واثنين وثلاثة يلا يروح يلا لا غلط برضو حبيبي غلط غلط ركز يا سولي ركز حبيبي يلا سوري سوري لا برضو غلط ايه تيه ما اخدناها السنة اللي فتت اتخدناها ولا ما اخدناهاش اتخدناها سوري فضل ركز شوري سوري بطولك يلا لا كده 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 انت غبي ومتخلف وماينفعش معك خر الشبشب لا اولا اه 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 بستمتح الأعمال شكرا 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 انشي غنبع شان مش عارف انا بس عمليلي كباك كاكاو و هتيلك حكايتين بعجوة ها؟ عشان ريقي ناشف يلا قبل أن منام بس ألا انجي مش عارف منام ملغير كاكاو صباح الخير يا انجي صباح الدوين كمان ايه يا حبيبتي مال؟ في ايه؟ دايح يا حبيبتي فيش حاجة بس بقى اليوم من ما نمتش نمتحنات المتر من قاعد الولاد فيه يا انجي فيه حدي في الدون يعمل في نفسه كده حرام عليك نفسك بحلس بحلس كله يهون كله يهون المهم الولاد يجيب الفول وارس بحولهم يا انجي ياين يا انجي أما ليه قالوا لأم مدرسة؟ مهدلونة الله الله يا ستماي حلوة قوي اللي انت فيه ده انت مش عندك إجزام كامستري بكرة؟ والنبي يا مامي فاضل عشر دقائق على الحلقة عشر دقائق على الحلقة؟ عشر دقائق؟ عشر دقائق؟ اقسم بالله اقسم بالله يا مامي اذا ما جبتيش الفول مارك في الكامستري سنادي هقعدك في البيت هقعدك في البيت لحد ما يجيلك عدلك ايه يا مامي كلامي القبيض واسود ده؟ الكلام ده كانوا بيقولوا في التمعينات كانوا بيقولوا قعدك في البيت واجوزك راجل يشيل همك ويعيحك من نانا انت بتردت يا رائبة؟ قومي 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 هاتي قومي هاتي الكتب حترس قطي يا ابن انت عبت ومتخلف قرتلك ميت مرة المسالة مش جاي سالي ولد انا بنقولش كده خالص احنا بنقول كده؟ عيب عيب لا والله ايه ايه سوري سوري حاضي حاضي اقفل التليفون ده وانت عالى لما صلح لك الماب جاء طب سالم دلوقتي يا ابن عشان شكلها كده هتقلب غيره ياضي مائي 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 مفضل وريني وريني هببت ايه؟ ميج سيكس افتح ميج سيكس صح دي صح براف لا دي غلط انا مش شرحتها قبل كده ولا مش شرحتهاش ودي كمان غلط دي كمان غلط وبعدين وبعد انت انت غبي ومتخلف وانا قلق انا اطهقت انت مفيش فايدة فيك مامي عيب تقول الكلام ده لحد عيب انت هتربيني وات؟ هتربيني؟ بس بقى يا انتي خانيها تفرج على التلفزيون طيب هو ده اللي انت فالح فيه نعم انا بحفة كيف بابش وانا كمان يا نكمي حت بوسي يلا ام با اكمل مذاكرتك والله واحيات ربينا خلصت خلصت ايه المذاكرة ما بتخلص ام ذاكر اللي امتحنن لبعده هو مكرر واحد كلها محفظينه وبتسمى او بالنص مكرر ايه؟ وكلنا مين؟ كلنا بغضوا كلهم هات بيقولوا نفس الكلام المذاكرة ما بتخلص الروح زي كلا الاجدام اللي بعدها لا حاولي لا ام يا واد بلاش لما اضع ايه النور اضع والتفاكر يعني لما النور يقطع مش هتذاكر يلا ام عندك كشاف اربع لمباد في قطك ايه بابي بس انا كيرا عنية هتتعب يا ابني وانا في سنك كنت منزل اذاكر على الرصيف في الشارع تحت عمود النور ما كنتش بسيب الكتاب من ايدي قديم اوي حوار عمود النور ده اللي كله اللي ابعت ذاكروا تحتيه ايه كلكم كنت بتاخدوا مجمعه مع بعض؟ وايه ده القديم؟ انت بتكدادني يا ولد؟ لا يا بابا ابدا العاف هتلاقي جد جد وقال جد ان هو كان بيذاكر على للمة الجهز وجد وقال لكن هو كان بيذاكر تحت عمود النور فانت جاه تقولي انك انت كنت بيذاكر تحت عمود النور المفروض كلامك ينبقى مكنع وصدق تقولي مثل كنت كنت بتذكر على نمبة النيون تحت عمود النور بتاع المادي كده يعني تصدق عندك حق ايه ايه النور جه انتو بتعملوا فيه كده ليه؟ بتعملوا فيه كده ليه؟ اه هو اللي ليه؟ بردفع عن الولد شوية ثم النهار ده اجازة انا اللي بحتاج حد يرفع عنه يعني ايه اجازة؟ هو معندوش انتحنات بعد الاجازة؟ الولاد تعبانيين انت مش شايفة الوقت مسفر ازاي؟ والله ما فيه حد مسفر قد ايه رأيك بقى؟ وبعدين يفتحوا بعد كده في الاجازة لما اللي بتحنات تيخلوا؟ لا هم مش عشان تذكرهم وينجحوا تدمرين نفسية ولادي حبيبي المنتالي بتاعتهم حدبوس بس الكلام بريستيجي هو اللي اجدمر معلش يا حبيبي اهدى؟ خد لك بريك عاوز نلعب معاك؟ يا ايش بابي ايش اه؟ اه ايش بابي ايش اه؟ ايش بابي ايش اه؟ ايش بابي ايش اه؟ بس بعصابة نفسك ليه ها؟ بعصابة نفسك ليتي مالك ما يتحنقوا؟ اكلهم مش ابوهم؟ ابوهم انا مالي انا بيه؟ مسائل خير يا انشي يا حبيبتي عاملة ايه؟ اهلا يا حبيبتي ازاك يا منال؟ ايه؟ عاملة ايه كده؟ والولادة عاملين ايه؟ عايز اقولك؟ انا والعمرة كلها حفظنا المناهج على حسك ولو امتحننا فيها نجيب الفور ماركس معلش باقي حبيبتي انت عارفة العيال وقرافهم ان شاء الله بكرة تجيبي بيبي وتقري فيه وتطلعي عينه وعملوا ايه باقي في النتيجة يا ترى بعد الهاري اللي هروه والدحي اللي دحوه السحي الدحي مجوه؟ لسه حبيبتي لسه ما تلعيتش والله ازاي الكلام الفودي ده؟ ده البت السوهة بنتوختي نوهة معهم في نفس السكول وماشاء الله عليها جابت يعني اكسلانت في كل المواد وطلعت القولة على الكوريدور اخسع عليكي اول تكون يا انشي خايفة الحسن حسدهم بجد ازعل قوي ازعل قوي 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 ده يا حبيبتي تحسدي ايه؟ فلسطين خيبة لا انا كنت لسه جاي من المدرسة دلوقتي وقالولي لسه مش كل الجريدس بتلع في وقت واحد بعد بوكرا ان شاء الله وبعدين ما تستعجليش انتي و الجرين كلكو هتعرفوا النتيجة بإذن الله بالصوت ايه طب انا مضطرة اسيبك دلوقت عشان بعمل ايه؟ ايه؟ سميت؟ لا دوناتس النهاردة يوم الدوناتس دوناتس دوناتس كنتو هل دوناتس اهل دوناتس اهل نبني كلنا نبني كلنا انتي وهذا فيوم واحد كنتو هل خلاص يا جماعة اتفقنا بكرا الصبح هلاقي البلان بتاع مقالات كل واحد على مكتبية يا استاذ علي احنا كده مش هنلحم احنا اتأخرنا قوفي الاجتماع ويا دوبك نروح عشان نشوف مذاكرة العيال والله يا مش شغلي مشاكل البيت مالهاش داعوا بالشغل اللي عايزة تذاكر العيال هتقعد في بيتها ومتشتغلش ربنا يهدك بتقولي حاجة يا استاذي لا ما بقولش اللي تشوفها حضرتك طيب بتفضله دلوقتي ايه يا استاذ علي مالي الاستاذة انجي فين؟ يعني بتستأذي مبادري وما بتحضرش اجتماعات على المنع خير خير جدا انجي بتشوف واجباتها كزوجة وام دبستها في مذاكرة العيال شوية وحتقدم على اجازة بدون مرتبة يلا عقباد الباقي انا عارف وما عايزين يشتغلوا ليه حد يجيب لنفسه هم فوق همه وكمان يروح يشتغله فوق شغل البيت عشان يبقوا يفرحوا بقسم امين فاكرين ان هو حررهم وهو لبسهم في حيطة يا لهوي ازاي؟ كبر في دماغهم فكرة الخروج للعمل وهما جريوا وراء زي المعيز فاكرينها قدعانة مش عارفين ان هما بيجيبوا لنفسهم واكسة فوق واكستهم طب لو الستات بطلوا شغل احنا اللي هنلبسوا شغل فوق دماغنا ومالوا ما احنا قداءوا قدود ما فيه رجالة يامعة واطلية وقاعدين على القهاوي خليهم ينزاحوا ويسيبوا الرجالة تشتغل ولا انت عايز ان احنا نعمل شغل البيت وهم ينزلوا روح الشغل يا أستاذ سماعين مش قصدي انا عايز اقولك يعني ان الست نص المكتبع يعني انعطى الفردة في المكتبع ولمشي بفردة واحدة ده حتى القفة مودنيني شولها اتنين ولا الافكار الهدامة دي مش عايز اسمعها انت لسه عازب وعمل زي الجحش الصغير مش فاقم حاجة يوبا بكرة تتجاوز وتبقى عامل زي الحمر الكبير وتفهم الكلام اللي احنا بنقول انا مش قصدي انا قصدي اقتصاديا قصدي اقتصاديا يا جماعة مرتب واحد في البيت غير مرتبين انا مش قصدي حاجة والله لا اخص اخص عليك اخص تعتمد على مرتب مرتك وتستمطع اخص اخص عليك اخص اخص عليك فعلا بقى في راجل محترم يفكر كده يا ولا يا ولا استلقتلك واحدة فنانة من اللي تعرفه ولا واحدة مقريشة كده يكون معا قرشين ستة غنية يعني وقم بتشتغلش وتساعدك في البيت يا سلام يا سلام والعيانة اللي انت بتقول عليها دي هترضى بيه على ايه يعني على اوامل ممشوق ولا شعر السايح ولا لون عناية دي انا الغد دلوقتي مش عارف لون عناية ايه يا لون عناية ايه يا أستاذ علي حمرة هي ايه اللي حمرة ديه عينيك عينيك حمرة من التعب لا يا سامح ماسمح لكش تقول على نفسك كده انت جميل عينيك حلوة ها صلعتك والشعرتين اللي فوق دول يشدوا اي انتية في المملكة الحيوانية حيوانية؟ وانا هتجوز جموسة ولا مأزة؟ ولا احنا معتوانين على الله عليك لما تتجوز او عمراتك تقول لك اشتغل وتشغلها يقول لها البيت ده مملكتك وتعوكها في شغل البيت ومذاكرة العيال يا حلول يا أستاذ سومعة عشان بقى تطلب مني خواتم وألمزات لما العلي ينجاحه وتعوكني زي ما هيتعك فيها الأستاذ علي هو انا عبيد زيك انا موعدش انجي وعد غلما معرف اخرج منه ازاي انا أستاذ انا ما يستطيع اوه خلاص خلاص ياطا انت مش قادرة حس ان في كلاب بلدي بتهاوها وفي دماغي يا حبيبتي يا أنونج انت صعبان علي قوي يا حبيبتي بس هما رجالة كده تعملي ما تعملي مفيش فايدة لا شكرة ولا جميلة لا بس انا مستحلفاله الولاد حيجيبه الفول مارك في كل المواد وانا هابلة حيجيلي لحد عندي مدالدل ويشكرني اه انا مش هابلة انا الماسترو مص يا ماسترو انت الهابلة ايه دا ليه كده بس يا طانت لأ طبعا انا وثقة في ولادي وفي شطرتهم ان شاء الله حيجيبه الفول مارك في الإنجلش والعربي والمات والساينس حتشوفي يا حبيبتي هيجي في الهايفة ويتصدر هيقولك بقى يا هانم ولادك جايبين في الرسم تمانية من عشرة وفي الهاوسكيبنج الهاوسكيبنج جايبين فيه تسعة من عشرة معقولة هيتلكيكك بقى ويحزل عليك طب وبعدين يا طانت انا كل اللي يهمني طبعا ان الولاد دي تفوقوا بس انت كده قلقتيني لاي يا حبيبتي بتقلقيش هابتك بصي اقلب عليك تربيصة تربي من تحت الأزام لبسيه في الحيطة اقلب عليك كده اعمل ايه يعني قولي اعمل ايه قولي لو بص بقى يا علي انا من هنا ورايح مش هادر ابدا فاذاك للأولاد انا شغلي اتأثر جدا جدا انت يا اما تجيب مدرسين لولادك يا اما تقعد انت وتذكرهم بنافسك كده تبقى حطتي أمام الأمر الواقع قلت كتير قلت كتير بس علي معفو اه قصد يعني علي مش هيدفع فلوس لمدرسين صدقيني انا وبعدين زي كل الرجالة ما عندوش طقطان قصدك ما عندوش شبشب قصد كنت طول الوقت قادة قدام الولاد مبرقة وصوتك بيتغير وجحزة كده واد بفلت الشبشب قصي حبيبتي انت كنت زيه بالصد ملكش في المنهج أبدا لكن انت بقى دقوبة وقروبة عادت تذكري وفهمتي وفهمتي الأولاد ازاي ما عرفش لاي كلامك معقول او يدغط بس انا خايف 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 علي حيضيعهم شوفي عنوش اعملي قدر حبيب مش هيضل ابدا يغسب عليك اه وبالليل بقى ترجحي متاخر من الشغل فهمة بكونوا كلهم ناموا وبكده بقى تبقى انت اتغدت بيه قبله هو متعشى بيك ايوة انت ممكن والله بس لا انا خايفة 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 علي حيضيعهم دول ولادي يا ناس ولادي يا سلام بهم ولاده هو كمان وقالت شرياهم السوبر ماركت يعني يا حبيبتي باقولك ايه شيل الشيلة كلها كده ورميها قدامه على الارض هينزل زي البوبي هيوطي وحيشلها جمدي قلبك يا حبيبتي وهتشوفي قلبي الصغير لا يحتمل نا نا يا النوج خليه يحتمل يا حبيبتي دعيه يحتمل خلي قلبي كده يستحمل حاجات كتيرة قوي وبعدين هايزاكي هايزاكي تهتمي بنفسك شوية شوفي انا قاعدة بيد عنك بس مكسوفة اقولك الحقيقة ريحة شعرك وصلة لي هنا هايزاكي بص حبيبتي انا عايزاكي تروح لكوافر يعملك ديكاباش يعملك مندويلة يقصلك تراطيف شعرك كده وبعدين تروح يزبع تروح يزبع بها والدلع يقنوش الدلع يقنوش انا بموت في الدلع انا كمان وبعدين هعملك باسك الوشك من طينة البحر الميت ميت هو محر الميت حتى السمك اللي فيه كمان ميت الماسك ده بقى مخلوط بزبل الحمام هو يمكن يحده تبقى مش لطيفة شوية لكن اول ما تحطي على وش الجنة وتلتاح شوية وبعدين تغسليه هتلاقي نفسك محلقة زي الحمامة بالزبط لا أه مهمان ملي الحي ذاكرلهم؟ يعني ايه الكلام ده Jag comida يعني زي ما اسمعت كده يا علي أنا معانديش اي استعداد ان هما يرفضوني من الشغر كفاء المرتبي اللي اتخصم نصهم الشهر ده أيوه يا حابيبتي كان على عيني بس انتي عارف ان اmareش في مذاكرة العيال والحاجات دي و بعدين ما بفهمش فين مناعك بتاعيطهم Habakuje حلوم ايه يعني؟ خلاص، ولا تتعب نفسك خالص، ياخدوا دروس طب ولو جدت لي خاتم وفستان خاتم وفستان؟ اخصى عليك يا علي اخصى عليك وانا برضو مستنى يا خاتم وفستان انا كل اللي يفرق معايا مصلحة الولاد ويا حبيبي يفرق معايا كمان من مصلحتك انت ايه لازمته دروس خصوصية وفلوس قد كده يا مالهاش لازمة انت يا علي انت تذكر له انت ابوهم وليك هيبا وحيخافوا منك المنادي علي بيستهزقوني بيستهزقوني يعلي وبعدين انت مدير تحرير قد الدول بتدير مؤسسة صحفية مش هتقدر على شوية عيالي يعني ايه الكلام ده يا اندل يعني ايه الكلام ده يا انجي يعني احنا لما اتبعناش على كده يا انجي يانجي يانجي يا انجي يا انجي يا انجي يا انجي اصحاب ثمانية يا مفتنية ايه مع انتك اش ولاد انت بتحابي مضالي والله يا عائد مش عايزين اجيبلكو لب وفشار كمان؟ لا يا ابوة بش اكرت انا نسي في شبسي اكرت سوالك ام هكت كتبك وحصاني عالصفرة وحضر الشبشب كمان انا بتاع شبشب يا حبيب بابي انا بتاع الكلام و انا مجنون زي امك انا بستخدم الحزام اجري يا لأ وانت يا حلوة دورك جاي بس لما خلص عليها والقصلي لما خلص معاه فسي ام هكت كتبك يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت كله يا بابي كله؟ يعني مش شان منو اي حاجة خالص انت عشوف ايام سيطنة اشتركوا في القناة الله عليك يا أستاذ كده فهمت؟ أولا يا بابي فهمت كل حاجة الحمد لله قولي بقى حبيبي فهمت ايه؟ فهمت ان الماس ده صعب جدي لدرجة انه قدرتك بجلالة قدرك مش عارفه أصلا ولا التفقد يا ديابي تيت ولا 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 عبيبتي ميت ده ولد كلبي مالوش اي لازمة انا ماليش غير ابنت واحدة بس عبيبة قلبي ايه دعالي وريني الهومك دولة الكلب مالوش لانا لو اعرف ان مذاكرة العيل بتعمل كده كنت وفرت اشتراك الجمل لانا في العلوم بس خسيت خمسة كيلو اما الفرياضة هخس قد ايه تا 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 صباح الفل على اجمل علوة سلامات يا مايسترو بتضحك علي يا جير جبتلي اللي قلتلك عليه ولا فشل كالعادة حيب يا مايسترو وانا مايسترو زيك اتفضل لا 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 لعلمك علوة فقدلت لازيق للوقت بتاع الميكروباس لما عمل فردتين ورجع وجابهولي قرص واحد هيخليك تريبك 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 فوق هيخليك تظنر لكن قرص وتزود هيخليك تظمر اظمر دهنا دماغي بقى فيها كل قالات النفخ اللي تتخيلها انا تنفختها سامح ولسه هتنفخ وعملت قولي انا المايسترو ومسيطر على الاقاع اي طبلت على دماغك يا تاعم بلاش غلبة جبتلي بيت الحاجات اه طبعا افضل يا استاذ ادي لستة بجميع اسماء المدارسين التلطهم بنيمر تليفوناتهم بس عايز اقولك حاجة دول بيدارسوا الاكبر نجوم المجتمع الاولاني هو اللي خلى شعبول لخد الاعدادية والتاني اللي خلى مدام دي تشنبه بتفك الخط في شهر واحد على الله هفك نحسنة كمان ويجعل في وشه ببولي بس انا حيز اقولك حاجة عالوة دول متخصصين في محو اميه الكبار مش هينفع الولاد في حاجة انا مش عايزهم يدرسوا للولاد الولاد والحمد لله انا بذاكر لهم قم بلت عبتني له خليتني جبتلك الاسماء دي كلها دول عشان يدرسوا لنا عشان اذاكر للولاد اوه يا بنتي اهدي بقى تتهزي كده ليه خيالتيني عامنا زي الفرخة الضيخة حموت ملقلق يا كوب حموت ملقلق على العيال ليه بقى هما بيعملوا اللي وز دول بيذاكروا وبيذكروا مع ابوه مش مع اي حد تاني هم هيا دي المشكلة انهم بيذكروا مع ابوه عارفة لو بيذكروا مع مغاوري البواب ما كنتش قلقت كده ليه يا بنتي؟ هو ابوهم دسائد احدادية معهم دارس قد الدنيا وبدارس لطلبة صحافة هيغلب بقى في شوية عيالي انتي اصلك ما شفتيش ما شفتيش بيعمل ايه في العيال بس كلهم الحزام 24 ساعة والعيال يحبت عيني عملين يبصولي يستنجدوا بيا وانا مش عارفة عملهم ايه وانا طبعا كنت فاكرة نفسي غوريلا كنت فاكرة نفسي مفترية طلعت غلبانا كلنا تربينا كده وتعليمنا كده خليهم ياخدوا المذاكرة جد شوي يا سلام انت عايزاي عقد لي العيالي ويكرهوا الدراسة قدينا هو شايفانا عدلين قوي ولا فلحنا عندك علي ابوه عقدهم الحساب اول ما يشوف ارقامي هنج يعني امه لسا بيعد على صعبه لحد دلوقت وانت فاكرة يعني يدخل ادبي ليه من حبه في الادبي ولا حاول اعلام ليه من حبه في الصحافة ابدا عندك انا هو كمان الفيزياء والكيميا بالنسبة لي زي السيني بالنسبة لك بالزبط بقولك ايه دول ولاده مش خايموتهم يعني وبعدين في حدي في الدنيا يطولي متهايقلي انت الستة الوحيدة اللي في الشرق الاوسط اللي دبست جوزك وخلتيزك للعيالي تصدقي انت ممكن يتعملك فان بيجي على الفيسبوك والستات كلها تقلدك فان بيجي؟ نعم هستفيد ايه انا بالفان زيفتي دي لما عيالي يفشلوا ايه كابة اللي انت فيها دي هينجحوا ان شاء الله وبعدين في حدي يطولي شايفة نفسك رديتي وشك حلو شعرك طول رايحة جاية براحتك في حدي طايل انا مش قادرة مش قادرة يا كوكو وريدوا حلا بصوا بقى يا جماعة هلا هلا عالجد والجد ده هلا هلا علي استاذ علي ده برضو ابونا واستاذة انجي دي برضو منا واحنا عزيت زيتنا هيبقى في دقيقنا زيت ودقيق؟ تكونوش جايين تطلبوا ايد ماما لبابا؟ لا يا طنيف احنا طالبين يدنا موسع عدم ما شاء الله احنا خلاص مش قادرين نستحمل بابي مبهدلنا ومش عارفين نفهم منه اي حاجة خالص وجبنا له صحابنا عشان يتكسف ويدربنا بالحزام قدامهم ويخف من علينا شوية والصراحة خف من علينا خالص وركز معهم هم قوي عشان اهليهم بيدفعها كويس احنا خلاص مستقبلنا اصبح للمحك محك؟ حق يا رجاء العال جايين يحك حكوا عندنا بصوا بقى انا كلمت ماما وانا مقتنعة تماما ان هي احسن وحدة تذكر لكم بس هي بقى ركبة مهرة وبتقول ان كنتوا بتتعبوها والله العظيم يا طن تحرمنا خليها هي بس ترجع واحنا هنلم التعبين اهو تلموا التعبين؟ التعبين ايه؟ ايه العيال دول؟ يعيالي فهموني ماما مش زعلانة منكم عشان ما بتذكروش زعلانة عشان قلت ادبكم ايوا هتذكر لمين؟ واحد هتجام والتاني مسجلة خطر خلاص يا امكل والله اوعدك انها لو رجعت تذكر لنا تاني هتلاقي قدامها باربي، سندريلا، سنو وايت وانا كمان اوعدك يا امكل هنالتاي حمل وضيع وضيع رجاء لا تسيبوها باربا باربلا ايه او فانا مي ايه انا اطان يا سامير بس على فكرة بقى وضيع دي لبس عليك قوي لا شكر ايضان مش محتاج لبس معي كتير في البت يلا بس كنوعوهنها ترجع تذكر لنا واحنا عندنا حل هير دي جميع الاطراف اه احنا نقسم المواد من بابي مامي المواد اللي هي صعبة قوي ما خالي مامي هي تذكر عنها ومواد النص نص برضو نخلي مواد نذكرها بس بقى يا سولي بطل هزاري احنا نخلي بابي يذكر لنا الرسم كفية قوي ومامي تذكر لنا بقى بقيت مواد منها بكل يا حببتي يا إنجي ربنا عينها عليهم ويا بخت المرفع راسين في المذاكرة ياه رجاء معي فريرو جاكو فريرو جاكو دولمي بو دولمي بو سولي المتينة سولي المتينة عدين دا عندن سمير عارف نعم الساعد بعد اللي بشوفه ده بحمد ربنا إن أنا وإنت ما أخلفناش أنا اللي كنت عايز أعترفك يا حبيبتي من يوم الزفة وإحنا لبسي من لبس الفرح أنا أساساً ما بخلفش بس ممكن نستلف ساقل خير يا ستينجي كويس يا أختي إن أنا لقيتك خير يا هاب حبيبتي في حاجة؟ اللي أقول لي يا أختي أنا سمعت إن الأستاذ عاليس مالة عليه بيذاكر للعيال كده بغباوة وبيرقعهم علقة وبيضربهم بالحزان الكلام دا صحيح؟ صحيح صحيح يا أبا والعيال يا عيني صعبالين علي قوي مقطعين قلبي ألبهم يا أختي ما يصعبش عليك غالي هي العيال الصغيرة المقريض دي كده إن ما كنتش تضيب بهم على قلبهم مش هتعرف تشكميهم استني لا لا يا هاب خلي فلوسك في جيبك حبتي مصدورة والحمد لله لا أده أنا عايزك تاخد البت إسرق بنتي عندك عند الأستاذ عالي في المجموعة اللي هو عاملها تدخليها بنفر قال للبت دي خلاص مطلعها عيني خدش خدي أنت موافقة إن بنتك يتعامل فيها كده؟ يتذكر لها بالتخلف دا وتتضرب بالحزان؟ وتتكسر دماغها كمان قال على رأي الماسة اكسار البنتك دلع تعيش عرجة بصاح بس انت كأم تقش كده رفع راسك لا يا حبيبتي خدي أنت لو عايزة تكسار البنتك دلع حبيبتي عوتي عليها إنها متجبلناش مصيبة معلاش بصي خد يوم بس اديهم للأستاذ علي وهو ما يشوف الفلوس هيوافق هيبة هيبة حبيبتي أنا مفروسة وفاير المكافرة تتكلي على الله ماشي شكراً قوي استقنش سلامه عليك نكلم أنت يجوزك بساعة واحدة وعاني فوقيكم صحيح هو وابية وما منفهمش منه حاجة بس أنا يا خرابي على عني يعني بس مستر علي ده كله على بعض وكده أصلاً نص أظام تكهب الله نيامي نات نيامي كده برافو مرسي يا أستاذ تيامي وريني صح برافو أيسا توجهاتك يا أستاذ إيه حبيبي توجهاتك أيها توجهاتي أيها توجهاتي خد بقى الخمستاشر مسألة دول حلوهم في خمس دقائي هذا هو السياس بموت في زنة صديق ده صيد أبو باكر صيد أبو باكر صيد أبو باكر ديها واحدة أشوف مين عن باب ايه 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 في ايه يا حبيب شمالي العقين يا طانت العقين يا أجل سبيل ايه يا بنتي قولنا إيه اللي حصل بالظهر ايه يا بنتي علي عوال حد من العيال علي والعيال حيديهم مني في خبطة واحدة البيت البيت الابني البيت مركز دروس خصوصية وبقى خلاص مهمل في العيال العيال مبقيتش فاهمة أي حاجة خالص والدور والباقي على البنات المفعيس اللي بيعكسوا البيت ايه انت اللي غلطان يا حبيبتي مفي الست أبدا بتحترم جزها وبيتها وولادها وتقول لي جزها انا خلاص مش هتدرس لولادي انا هتفرغ لشغلي وتنشغل عنهم والنبي ايه 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 مش انت اللي قلتلي اقلابي على الترابيزة ودي له تحت الحزام ولاك بسيه في حيطة قلتي ولا ما قلتيش مش فاكرة اه مش فاكرة لا انا فكرك بقى امرت لما قلتيلي حط يا انجي ماسك زيبلي الحمام قلتيلي ولا ما قلتيش اه قلتيلي حيجيب نتيجة فزيعة البان بعد محطتي مش حطتي فعلا انك انتي طايرة طايرة اه ربت في ستين داية اه بص يا انجي حبيبتي اه قاعدوا يترجوني ان احنا نتوسط نخليكي تذكر لكم ايه ايه والله ايه والله قطعوا قلبي خالص سابوا علي بصي هما تعهدوا قدامنا اني مش هعملوا اي حاجة قبل انتزع عليك هو بالصراحة الموضوع لازم يتقسم بينك وبين جوزك انتي تدرس لهم حاجة وجوزك يدرس لهم حاجة انا مستعدة اعمل اي حاجة عشان مصلحة الولاد قلب امه هي بتعيط ولا بتزيق في ايه الو الو ممكن اتكلم مستر علي يا شطرة شطرة مين عايزه انا مين كنت عايز بتقلم مستر علي جدي تانية تمريد لا مستر علي مكملش تمريد اه مكملش تعليم يو بيدي ابتداي واعدادي بس طب هوا سنجل سنجل قصدي هوا قصدي معها السنجل لا مش معها السنجل وعايز اقولك حاجة مفيش حد هنا اصلا بالاسم ده وما تتسليش انا تان ايه دا يا انتي اعصابك وبعدين انتي نسلست قيلة قلة ادب شكرا 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 اشترك هاهاح شكرا لك احبك او يا مامي اتفا انتي بخارات حتموتول ونبي يا مامي اترجع تذكر لنا تاني او ينبي يا مامي احنا منديع من غيرك ولسه ما دعفتك وان غير ما تقولي أي حاجة وحيات الديئة اللي احنا فيها دي مش هنتعيك تاني في المزاكر او الله يا مامي وهنو قد زي البوبي زي البوبي أكيد؟ اه نو 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 في ايه مش ممكن نورمال مية وعشرين على تمانين وانت تلتمية وعشرين كويس على تلتمية وتمانين يا راوي يا راوي انت هتفارق هتظنهر يا راوي انا 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 المشكلة ان انا اخدت حبيتين مقويات عشان اقدر عشان اقدر اسد انا فتحت على نفسي فاتحة كبيرة قوي يا دكتور انا مش عارف جرالي ايه هو واضح انك تعبت من المسئولية تعبت من المسئولية انا عندي دروس وعيال وبلوة وسودة ده انا بيني وبينك خايف خايف للعيال تضيع وبلوة انت قولي قولك على فكرة جهنمية فكرة عنترية شوي ابوس ايدك قولي عليها عشان خاطر انجي ترجع تذكر للعيال تاني يعني ارمي عليها يمين الطلاق مسلا لا لا انت ليه عنيف كده وأجريسف قوي مش انت قلت عنترية ايوه انت ما تاخدش من عنترية إلا غنشو ميتو الراجل كان هاري عبل شعر في الجاهلية لحد ما فضحها في القبيلة انت ايه ما ترسش مع فضلت؟ لا ما درستهاش دي بس ايه رأيك يعني افضح انجي فعني يا قبيلة سيبك من عنتر دلوقتي انسا خش على نظار قباني البسه البسه؟ اما عارفش مقاس نظار كام انما لازم تلبسه اوكي وزا كان في مكان البس جنبي ديمس روسوس ده كمان البسه؟ اه حتلاقي مكان تاني كمان لكزم الزهر حلو لأ ما انت جيتها تستحمل اوكي اوكي بص بقى لو في مكان بقى وده من مصلحتك اه ازنه شعبان عبد الرحيم معاهم معاهم؟ اه عشان تعرف تقول ازاي؟ انا 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 ايه؟ اه انا 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 اه وايه يبقى خلينا في الشعر بس خلاص لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند وبيض من الهند ايه الافورة دي عالية مفي بيض عند شعبان تحت وبيض الهند تقتر من لمي حبيبتي مراتي واما عالي كنت فاكرني يا اب مثالي حقد رشيل الحمل الوحيد وكان مجهودك ولا على بالي بس انا من غيرك اهو مسواش حبيبتي وعنك مستغناش هساعدك وانتي كمان ساعديني اردي علي يا روح في بلاشي انا اسف عبيد والله ما عرف اعمل اي حاجة من غيرك انتي اغلى حاجة في حياتي في حياتنا كلنا انتو كمان انتو كمان اغلى حاجة في حياتي احبوك او طب يا حبيبتي يلا او معملي كبات شاي باعة بان ماخدوش دا با انا كنت مبسوطة وانا زعلانة اكتر